بقيت لدينا يعني تقريبا خمس دقائق نريد أن نخصصها لملف يتعلق بما يجري في الشمال السوري بالعملية العسكرية التي كانت مرتقبة ولا أدري إلى أين وصلت اليوم أين أصبحت طارت العملية ولا شو موضوع مهم جدا أشكرك عليه والعملية العسكرية التركية هي عملية تستعد لساعة الصفر قولناها مرارا ربما تأخيرها لتأخير إجرائها والقيام بها هي لتحقيق مكاسب سياسية على الطاولة ربما أنتظار بعد قمة طهران وسوتي الآن ربما نسمع عن بدء العملية قريبا جدا أما أنكم تنتظرون مصالحة مع نظام بشار يا سيد هذه الكلمة هي كلمة أزعت أقامة الدنيا ولم تقعد ولا يوجد لا مصالحة ولا غير مصالحة لا تغيير في نهج السياسة الخارجية التركية ضد هذا النظام القاتل قلناها مرارا وترجمة ترجمة خطأ عندما صرح وزير خارج التركي أنه مع استمرار ما يسمى التفاهمات والحوار السياسي الشامل وفق تطلعات الشعب السوري الترجمة صدرت خطأ من وكالة الأرندول كيف ترجمة يا دكتور وكلام دولة بهتشالي رئيس الحركة القومية وكلام نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عن مستقبل العلاقات والاتفاق مع نظام بشار قال بالحرف أن العلاقات مع دمشق يمكن أن تصبح مباشرة ويمكن أن يرتفع مستواها هذا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حياتي يا زجي يا سيدي نتكلم لا توجد مصالحة المصالحة معناها التنازلات المصالحة معناها العفو عما مضى لا توجد مصالحة الاتفاق نعم وارد ولكن بشروط بشروط وربما يكون مرحلة انتقالية المباحثات المباشرة موجودة أبنياً والتخبار اشتركوا في القناة